تاني لان انا فاكر كويس البداية بتاعت حضرتك وتعايز تشرك حد في المسئولية فحرجعلك لها تاني ولكن قبل ده هو انتو عددكو كاما انا فاكر فيه تصرحات لحضرتك اتكلمت فيها على ان العدد لا يكفي وان انتو بتعانوا من ده لما نتكلم انا ما صرحتش بحاجة زي دي ده معانا احنا مش صرحت حضرتك قلت بالامكانيات غير قادرين على ضبط الاسعار كلها في كل السوق لا انا اسمح لي اتحفظ بساس خيري نشوفها سوي انا النهاردة عارف بستخدم الموارد اللي عندي يمكن اقولت لحضرتك حاجة تانية انا بتكلم لما حالك قلتلي يمكن حالك عندك المعلومة ان قد يكون الجهاز عنده امكانيات بشرية محدودة شوي انا لازم اسألك عندك كام اتفقنا مفيش مشكلة لا اهو مفيش سر طبعا اه عددكو كام عشان تنزل لتلاتة وتلاتين الف من شاء لو افترضت ان كل لجنة بتنزل حتشوف ربعمية خمسة وتلاتين حملة ربعمية خمسة وتلاتين حملة نزلوا الاسواء الحملة عادتنا بيكون مش اقل من تلاتة من تلاتة يعني انا بتكلم في 1500 تقريبا لا انا مش منزلوا في يوم واحد مش في يوم واحد اه اه مش منزلوا في يوم واحد كل عدد الحمالات لا عدد العاملين في حميل المستخدم انا مش هايزال لنا مش هايزال لنا double في اجهزة في اجهزة في الدولة رقابية محترمة جدا 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 ضبطة البلد كلها وااح اقول لك بعد الهوى وعددهم لو انت تصورتوا انت تكون تصوروا انه هو بمئات الالاف بالاداء اللي هم عاملينه ومش هقولك عددهم اي هقولك بعد الهواء مسألة مش بالعدد نسألة مش بالعدد يعني انت عندك الاعداد الكافية والميزانية الكافية علشان تقدر تغطي السوق المصري انت مصر لا 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 مش عايز معلومات تضر الشغل لا 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 انا مش عايز دور الشغل انا في النهاية من مصطقة المواطن احنا قادرين على احداث الانضباط في السوق كام جهة رقابية بتشاركك المسئولية انت مش بتشتغل في التموين بس بالعكس انا اقل شغل اللي هي في الغذائي انا شغل الاساسي في اللي هي غذائي الحقيقة لان الغذائي الحقيقة يعني سواء لو بنتكلم عن سلامة الغذائي فاحنا عندنا النهاردة هيئة سلامة الغذائي هيئة محترمة جدا في عندنا في الغذاء وزارة الصحة بكل مفاتيشنا لا انا بتكلم في الاسعار في هذه المرحلة الاسعار او ما يعني ما دون ذلك احنا بنشتغل عليها احنا والرقابة التموينية وشلطة التموينية طيب انا فاكر لما ابتدينا نتكلم في هذا السؤال قلت لي علشان ابقى واضح وبنتكلم عن المسئولية هل المواطن المتضرر يتحمل جزء من المسئولية مش كله ما فيش حد يقدر يقول المواطن يتحمل اي مسئولية لان احنا موجودين علشان نشيل المسئولية عن المواطن وإلا ما كانش يبقى فيه قوانين لا كيف يمكن للمواطن ان يكون شريكا فعلا هناك آليات اخرى دي اسمها آليات اخرى والحقيقة كل المجتمعات بتستغل هذه الآليات منها الجمعيات الاهلية المجتمع المدني بيشارك لما بيكون مجتمع مدني يعني فعال بيشارك ده بتكلم عن 97 جمعية اهلية تقريبا بتشتغل في مجال حماية المستهل احنا الحقيقة احنا مسألة فيها ديناميكية يعني هما دلوقتي حانية 72 نتيجة ان فيه بعض الجمعيات ما وفقدش اوضاعها والعكس وفيه جمعيات بتتضاف على حسب الفعالية احنا عندنا ديناميكية ما فيش حاجس ما ثابتة كده عندنا اي لكن طبعا نتمنى ان يكون فيه عدد اكبر ويشارك معنا طالما هو عارف ايه الضوابط اللي يشتغل به لكن احنا معنا رشد عالشاش هؤل حملات بتتم تفضل يعني بل فتنظر المشاهدين بس يفاهمين دي ايه بالزبط اه نيجي عندنا بقى دور المواطن هل دور المواطن ده دور اجبالي ولا دور اختياري هو دور اختياري بحث بيعتمد بيعتمد على مفهوم الوعي مفهوم الوعي ولما نيجي نتكلم عن الوعي الوعي ده هو كل شيء اللي هو ايه يبقى وعي بايه اه هدي لك امثل طيب هل فيه قانون يمنع رفع الاسعار الحقيقة لا فيه معدى التسعير الشيء المسعر اه ايه المسعر الرز السجاير لا خلينا نتكلم عن الحاجات المسعره السجاير الادوية تمام تمام فيه اي منتج تاني مسعر الا بقرارات السسنائية كلك شاك مصر ما بيبيعش السجاير بقى سعر دي كل مصر خلفات اه ودي بتوصل عندها اثنين مليون جنيه بيع فوق السعر المعلن على طول ما فيهش كلام وانا انك ما عرفش حدك لو عندك علبة سجاير احنا عملنا حاجة الناس ما حدش تدوى لها خلص كل علبة سجاير موجودة في مصر دلوقتي عليها كيو ار ايه مربع كده عليه شوية تبص عليه بالموبايل تعرف السعر العطوب ام فورا انت واقف ورقم حماية المستالك في نفس الهيظهر لك ده يعني هتفتح لحضرتك علبة سجاير عليها مربع كده غير الهو الاندرول ايه تحتها في جنب كده علبة سجاير هتلاقي تسعيره الكترونيه تعرف علبة سجاير ورقم حماية المستالك في نفس انك تدوس عليه وتوصل على طول لحماية المستالك يعني هقولك انا في كشك في شارع البطل احمد عبدالعزيز مثلا يعني بيبيع سجاير اغلى من سعرها بيجنيه في العلبة ده مخلفة مخلفة توصل على دي دي مخلفات طب اعرف الكشك ازاي فيه كشاك كتير جنبه بعض مين لما انا ببلغ حضرتك وقوله لا لا احنا بعد شغلتنا حاجة تقولي في المكان بفلاني في المنطقة الترونية دي شغلتني حاجة مش بسقوله غير انك تبلغه بس يعني مش مخلومة حاجة اكتر من كده طبعا وبنشكرك كمان وانت بعد ما تنهي البلاغ بتاعك ترجمة نانسي قنقر